مرحبا بكم شاهدتم الحلقة الأولى وحددتم أين ستزرعون هل في البلكونة أم على السطح أم الحديقة المنزلية أم فقط نافذة المطبخ أم أنك ستكتفي بحائط نباتي جميل الآن ما هي الأدوات التي ستحتاجها كمبتدئ كي تبدأ عالم الزراع المنزلية الصورة تجمع أغلب الأدوات التي ستحتاجها والسؤال هل كلها مهمة؟ الجواب إذا كانت ميزانيتك تسمح أقول لك نعم كلها مهمة أما إذا كانت الميزانية لا تسمح أقول لك لا تقلق ليست كلها مهمة يبدأ مباشرة أهم عنصر هو التربة والتي سأشرح لكم أنواعها وكيف نحصل على خليط تربة مناسب للزراعة في الداخل وللزراعة في الخارج هذا أصدقائي في الحلقة الخامسة سنحتاج كذلك لمجموعة من الأدوات كمقص التقليم لقطع الأغصان والأزهار ولقطف الثمار أسس وأوعية زراعة بخاخ يستعمل للري والتسميد أو رشاش إذا كنت تزرع في الحديقة قفازات يد للحماية مقص كبير للتزيين والتنسيق مكنسة لإزالة الأعشاب الضارة سنحتاج أيضا لبعض الأسمدة والمبيدات سنشرح ذلك بالتفصيل المهم الأدوات أغلبها معروفة وتختلف حسب المكان الذي ستزرع فيه هل يمكن مثلا أن تستامل المعول في البلكونة؟ طبعا لا من أين أشتري هذه الأدوات؟ هذه الأدوات تباع في المشاتل والصيدليات الزراعية في كل محافظة أو مدينة أكيد توجد صيدليات زراعية ومشاتل فقط اسأل وأكيد ستجدها وستجد البذور والمبيدات والأسمدة والتربة وكل ما تحتاج من أدوات زراعية يمكنك أيضا الشراء من خلال المواقع الإلكترونية فبالنسبة للبذور مثلا أنصحكم بموقع جوني سيتس على سبيل المثال أو موقع يوباي وأنا أنصحكم فقط بمواقع سبق أن تعاملت معها أكثر شيء يقتل نباتاتنا هو ملوحة ماء الري لذلك فجهاز تد اس لقياس ملوحة الماء جد مهم أيضا جهاز بي اش لقياس حموضة التربة فهو أيضا مهم لكن ليس ضروري إذا كانت ميزانيتك لا تسمح صينيات زرع البذور تمنها جد مناسب وهي ضرورية إذا كنت ستزرع من البذرة سنكتفي أصدقائي بهذا القدر ونلتقي في الحلقة الثالثة وسنتحدث فيها عن نوعية النباتات وهي حلقة جد مهمة